ترجمة نانسي قنقر بعد قضاء فترة محكوميتهم مما يجعل من المحكومين بالعقوبات البديلة عناصر فاعلين في تنمية المجتمع تحقيقا للرؤى الملكية السامية وإيمانا بأهمية دمج النزلاء في المجتمع تستمر جهود كافة المؤسسات في مملكة البحرين من أجل دعم العقوبات البديلة وتحقيقا لهذه الرؤى فريق عمل مشترك لوضع آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين يعتزم عقد لقاء تعريفي مع شركات القطاع الخاص لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص والدور المنطبهم في هذا الشأن فريق العمل المشترك الذي يتكون من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسير على خطا ثابتة لتحقيق الأهداف المرجوة من العقوبات البديلة وتأتي أهمية هذا التعاون والشراكة من خلال دمج الأفراد ضمن مجتمعاتهم بعد قضاء فترة محكميتهم في مراكز الإصلاح وتأهيل إذ أن إدماج الفرد ضمن مجتمعه هو الخطوة الأولى والرئيسية لتفادي أي انتكاسة مستقبلية لا قدر الله حيث أن تقبل المجتمع للفرد بشكل إيجابي مساهماته هو الآخر في العطاء للأسرة والوطن يجعل من المحكمين بالعقوبات البديلة عناصر فاعلة في تنمية المجتمع ولذلك تأتي الألية التنفيذية لفريق العمل المشترك بشأن العقوبات البديلة بحسب ما أعلنه مؤخرا رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين ضمن مؤتمر صحفي حيث تضمن المؤتمر موادرة رائدة لتوفير فرص عمل ضمن برنامج العقوبات البديلة في شركات القطاع الخاص والمؤسسات حيث بدأت الغرفة بالعمل والتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل للعمل على التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لحصر عدد من الوظائف للمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر